تطورات أمنية متلاحقة استفاق عليها الفلسطينيون بعد انفجار عبوة ناسفة في محطة للحافلات العامة غربي القدس المحتلة أسفرت عن مقتل إسرائيلي وجرح ثمانية عشر آخرين تبع ذلك وقوع انفجار نجم عن عبوة ناسفة أخرى في حيراموت للسيطان في القدس أيضا هو إذن تدرج متصاعد للعمليات الفلسطينية من الطعن بالسكاكين إلى الدهس وأطلاق النار وصولا لما حدث قبل أيام من انفجار سيارة قرب أحد الحواجز وإلى العمليتين الأخيرتين في القدس والتي برزت فيهما خصوصية المكان والزمان كون الانفجار وقع في محطة انتظار للحافلات وهو المكان الذي يكتظ به المستوطنون كل صباح أثناء توجههم لأماكن عملهم ومدارسهم وجامعاتهم صحفيون فلسطينيون رأوا أن ذلك يمثل نتيجة حتمية للاحتلال وانتهاكاته ولسيما بعد سماح سلطاته للمستوطنين باختحام المسجد الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية مستشهدين بتصعيد الاحتلال يوم الثلاثة واعتقاله لاثنين وعشرين فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة لإضاف ذلك لنحو ستة ألاف فلسطيني معتقل على يد الاحتلال منذ مطلع العام الحالي بينهم 141 امرأة و739 طفلا بحسب نادي الأسير الفلسطيني الذي أكد أن أعلى حالات الاعتقال سجلت في القدس المحتلة بنحو 2700 حالة مراقبون رأوا أن العملية الفلسطينية الأخيرة جاءت لتؤكد للاحتلال مرة أخرى أن الأمانة الشخصية له في فلسطين يتلاشى بالسمرار وأن تفاصيل تفجيرين في قلب القدس فتحت صفحة قديمة ظنت إسرائيل أنها تمكنت من طيها